بدوره أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني ميشيل عون أنه تم تكليف وزير الصحة ورئيس الهلال الأحمر للتواصل المستمر مع نظيريهما في لبنان لإغاثة المنكوبين وصلت مطار بيروت أول دفعة من المساعدات الإيرانية عبر طائرتين تضماني نحو 225 طن من المواد الغذائية إضافة إلى الأدوية والمواد الطبية ومشفى ميداني مع فريق طبي مؤلف من 30 شخصا من مختلف الاختصاصات